كشف رئيس الاتحادية الجزائرية الحبيب لابان لرياضة كرة اليد بأن الانتقادات التي طالتهم جاءت من طرف أشخاص لا تساعدهم فكرة نجاح المكتب الحالي مضيفا في سياق آخر بأن النخب الوطني جلب الإضافة للكرة الصغيرة في ميكروفون محمد نجيب هنان وكان أيضا انتقادات من الناس لما يساعدهم شكي تنجح كرة اليد ولا ما يساعدهم شكي ينجح الفريق لأن الناس هدوما ديرين في رصانهم بأن لازم يكون هما باش تنجح الأمور كل أراء راهي متجهة بأن المدرب هذا جاب شيء جديد لهم هما كلاعبين وأيضا حتى في الفلسفة كيف يشوف كرة اليد وكيف يشوف الفريق الوطني من بعد من جهة أخرى قال لابان بأنهم يستهدفون التأهل لدوري الثاني من البطولة العالمية مضيفا بأن الأزمة الصحية حفزت اللاعبين أكثر لتقديم الأفضل خاصة في ظل إجراء البطولة بأرض عربية المشاركة لازم تكون مشرفة والتحدي تعنى والأبجيكتيف تعنى كإتحادية هو المرور للدور الثاني الأجواء راح تساعد الفريق الوطني لأننا نظن بأنه كنا نلعب بطولة كما هادية في مصر ولا في تونس نظن بأنه أجواء مختلفة اللي كان نلعبها في بلدان أخرى هذا الظرف الخاص هذا كان عنده تأثير كبير إيجابي على اللعبين وإن شاء الله لما لا الظرف اللي رانا عايشين فيه بلا كيكون تحفيز ولا شي يجيب شيء إيجابي للعبين نتمنى إن شاء الله فعل خير لكل الجمهور الجزائري نطلب الشتاء إن شاء الله لكل المرضى وعلى رأسهم رئيس الجمهورية